المخرج بلال زبارة أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن عرفنا أنه قريبا رح تصور شي مع الفنان أزيس فيك تخبرنا أكتر عن هالموضوع حبيبي عزيس هو فنان بلغاري مشهور جدا أزيس كنكم تعرفوا رنية تبصين كن ما بتعرفوا أنه هو بيرنيها هو رنية بحبك والله اللي رنيها الفنان أيما نزبيب هي بالأساس لإله وهذا مش أول تعاون بيني وبين أزيس يعني وإن شاء الله هلا بعد رمضان تغريع أبو الغاري ويصوره خليبين وراء بعض شو في عندك أعمال جديدة قريبا مؤكرا نزلي خليبين للفنان فادي بدر بالإضافة كمان في عندي مع مطربي تونسي اسمه هاجر من الأصوات الرائعة جدا ومطربي انترناشنل بتغني بسبع لغات اسمه أمبر من المغرب العربي وفي لبنان هون كمان في حيكون تعاون مع فناني جديدة اسمه هي مش جديدة هي أخدت برنامج غنية وعليها مع الأم بي سي وأخدت جائزة أفضل مطربي لإم كالتوم الفناني فرح استاذ بلال عندك كتير أعمال أجنبية تحكينا أكتر عنهم؟ أنا معظم وقت كنت مسافر لبرة يعني ما صاني 25 سيني بره اشتغلت بالهند أكتر وقتي اشتغلت كتير مع فنانين انترناشنل مثل شارو خان، أشوار يا ري، أنايدا أكيد سلمان خان كان واحدة بأغنية هلو بالإضافة ليوروب عندك اللي ماخد برنامج دوغويس بسنة الـ 2016 عملت له غنية رائعة جدا وأخدت جوائز يعني على مستوى العالم هي وأشوار يا ري وبالنسبة للإنترناشنل يعني في كتير عندي أعمال كان بالصيني يعني مثلا عندي كان ببلغاريا عندي مع بيركوت بيركوت وعملت له من أجمل الأغانية اللي هي برايد وبعدين عملت له غنية أخدت عليها جوائز بمهرجين رومانيا بتحكي اسمها هانيموم مافيا دايما الإخراج الأجنبي هو قريب لألنا كتير بس هونيكي في عندك مساحة أكتر تشتغل فيها يعني مافي قيود وكيشي بعدين هونيكي المخرج له حقه يعني مافي تدخلات كتير تعرف هون بيجي المطرب عنده حساسية ذو شي معين أو بيكون مثلا مابيطلع هالتيفي أو مابدو هيدا اللون أو مابيحب قصة هالشعر هونيكي في جراءة وهوني شوية يعني عم نحاول متل مابيقولو بالنهاي بدك تشتغله لطردية يعني بالنهاي فأحمد لله بس مبدئيا كل شي عملته يعني خاصة آخر فيديو كليب يلي أخدت عليه جئزي بال2021 عن أجمل أغني عملت له إياها لعيمات حاوي اللي هي شو بيندفع اللي أخدوها يازا واعتمدت بالإنترناشنال ويبسايت تعيازها لحواتس السير كانت ويعاونهم الناس تيكير يعني لا يقدروا يمشوا على مهل نظم وكذا ولكن للغنية يعني هي فيهاالك بيرة حتحس انه تقطيش إجران متقطيش إجرانه فيها كيف الإنسان بيغيب بيعد يرجع لربه فكانت غنية رائعة جدا استاذ بلال كل التوفيق وإن شاء الله للمزيد من التقلق نحن منقلكم إن شاء الله تضلكم بهالهمة مواقبين كل الأحداث ومثل ما تعودنا عليكم دايما بتوجووا على الحدث بتغطوا أثناء الحدث برافو عليكم ويعطيكم العافية للإدارة والشباب اللي عم يشتغلوا تانكيو وهلأ منقلكم أنتو ضيوفنا هون لتشوفوا أجواء التصوير كيف حتكون حبيب قلبي لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد